ما قالنا؟ اذهبوا تلمذوا جميع الأمم يسوع أعطانا رسالة نروح نعمل تلميذ اليوم موضوع التلمذي تغير عنا درس تلمذي شو منكم مصد فيه؟ إنه عنا كتاب نقص فيه جمال ونقص كلمات منروح منعب الكلمات هذا منسميه درس تلمذي حلو بس مش هيك التلمذي التلمذي الحقيقي هي الشيء من نتعلمه من اليهود كان فيه عندنا ربانين لما كانوا ينادوا يسوع يا معلم الكلمة العبرية يا رف يا معلم كانوا فيه ربانين وكانوا فيه معلمين كانت التلميذ تدرك كل شيء ويمشوا وراء هذا المعلم وهيك يشوفوه كيف بيحكي كيف بيوعظ كيف بيتصرف يتعلموا منه أمور الحياة ولكن أنا متأكد إذا بدك تكون تلميذ لازم تتعلم الطاعة كون تلميذ للرب لازم تتعلم الطاعة للرب تصور أمراض بيتحاول متلاً يتعلم إنسان شيء خاصة مع أولادنا مضبوط متلاً بيجي بابا ساعدني باليدروس متلاً مسألة رياضية تقول له يا بابا لازم تسويك أه 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 أعرف أه أعرف ما إني قالك سنوص ساعة تقول لي ساعدني لما بيجي لك تساعده بصير يقول لك إيش أه أعرف أه أعرف نفس الشيء أمراض بكون لك تعاليم واحد مثلاً يدهن الحيط بتشوفه بقول لك أنا أعرف ايش معليش خيار أنت باليش أنا أساعدك بس تجيزي تحول تساعده شي بصير لك أه أه أعرف أه أعرف أه أعرف ليه نحنا بني بشر في طبيعتنا من حب شنوء ونقول علمني أنت بتعرف تدهن أخي ماد علمني بيبدأ الأخي ماد يقول لك لازم تسويك آه آه. شكراً أنا كتير بشكرك أخي la assunto أنك أنت بتقضي وقت عشان أنا أعرف عم تحرق من ساعات حياتك من صحتك من قوتك عشان بدك أنا أصبح أحسن أنا كتير 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 بكرمك يا معلمي وانا كتير بكرمك يا أختي وبكرمك يا أخوي بكرمك يا أخهي وبكرمك يا أختي ليه لأنا كنت عم بتقضي بدك يا أنا أصبح أحسن إن المعرفته قوي ولكن نحن كمؤمنين هاي الايامات يمكن حبنا للتعلم بطل كتير فيه حماس وعشان تكون تلميز لازم تتعلم اهم اشي لازم تتعلم هو الطاعة ايش اشي تالي اذا ما بتتعلم ترد على معلمك سعر تتعلم اي شي مزبوط يعني شو ما قالك مستحيل اتعلم ابنك او اتعلم اي شخص اي شي بحياتك اذا ما كان عنده استطاع او عنده قابلية انه يتعلم ويكون مطيع ومشوف التلاميذ في هاي المناسب من غير ما يجادلو اطاعو روميا صح 6 والآله 16 بقول ألستم تعلمون 6-16 أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد الذي تطعونه اما للخطيل الموت او للطاعة للبر ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة يعني باللحظة انت بتبدأ تخدع لإنسان او لأي شي بالطاعة يعني تصير مطيع لإله انت بتصير عبد لإله إما عبيد للرب أو عبيد للشيطان إما عبد لشهواتك أو إما عبد لمزوات العالم أو إما عبد لعادي معين أو لشهوي معين أو لشيء باللحظة انت بتطيع أي إنسان انت بتصبح تحت سلطه حتى تصبح تحت سلطان الله خاضع لله لازم تتعلم الطاعة إمكانك تجادل مع كل البدكات وبس مع كلمة ربنا ما نجادلش فيش حاجة يجي واحد يقول لك تسوي هيك لحالك بتشوفه هون أنا بتذكر أنا مؤمن صغير كنت أرأيات بالكتاب المقدس لما يلقاي تتحداني أعرف أني أنا بدي بدي تحصل بحياتي كنت أجيب خاط ألم حط حتى خاط تحت خاط وأسجل تاريخ أسجل تاريخ ستة وعشرين ناعش ستة وعشرين خمسي ستة وثلاثين مش عارف كنت أسجلي التواريخ حتى لما تتم بحياتي أشكر الرب لأجلا لازم تلاقي الكلمات اللي بتكلمك زي ما بقول الكتاب أكلمك أيها الإنسان لكي تنتفع ليتك أصغيط لوصيعي لكانك نهر سلامك الله بكلمنا ليه حتى ننتفع حتى نتبارك حتى يصير لنا أحسن أنا ما بدي أن أمتع وصياء عشان يكيف يقول آه يلا في حد رد علي الله بكلمنا عشان يكون منيخ لإلنا لما نحنا ما من رد نحنا منجني ثمر اللي منحصده الذي يزرع الإنسان إياه يحصد عشان يقول أكلمك أيها الإنسان لكي تنتفع عليتك أصغيت لكلامي لكانك نهر سلامك اليوم أنت عايش بمشاكل في حزن في اضطراب في تعاسي لأنك ما رديت على الرب اللي قالك انتبه يا ابني من هذا الطريق فالطاع للإنسان المؤمن عنصر جدا جدا مهم لنموك وثباتك في الإيمان وتقدمك بمعونة الرب اذهبا إلى القرية وحين تدخلنا تجدون جحشا مربوطا فحلا وآتيان لم يجلس عليه أحد فحلا وآتيان به إلي وإن سألكم لماذا تحلانا فقول له الرب محتاج إلي الرب محتاج إلي يا أختي ياريت نتحلى بهاي الصفات إنه ما نجادل مع الرب لأنه لما ما منطيع الرب وكأن نحن نتمرد عليه خطية آدم وحواء كانت التمرد والعسيان والكتاب يقول خطية التمرد كالوثن يعني زي عبارة الوثن والترافين زي عبارة الأرواح الشيطانية زي عبارة الوثن تراف أكبر خطية ممكن يقع فيها المؤمن إنه يبدأ يتمرد عليك المطالب تعرف إحنا لما منتمرد مش يكونش أصنا نقول أنا بديش أرد عليك المطالب مجرد إنه ما نعطيش أهمية لكلمة الله لما نسن نتغافل عليها وكأنهم نقول الله بدناش نرد على وصائعك ولكن الكتاب يقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخت إليك يا الله خد كلمة الله وضعها في قلبك حب كلمة الله إيش بدك أساوي يا رب ماذا تريد يا رب وتشو كيف حياتك وحياتك تغير ويصير في نمو الإنسان حتى ينمو مع الرب لازم يبدأ يطيع كلمة الرب مهما كلف التمن مهما كلف التمن مش بس هيك لو من إحنا شوية متأمل مش بس بالتلاميذ هدولا اللي طاعوا تعالوا شوفوا هالامتياز اللي كان عنده جحش مراد مستغرب بس صدقوني نيالوا هذا الجحش اللي يسوع قعد عليه نيالوا هذا الجحش اللي يسوع قعد عليه تعرف لي أن الرب قال للتلاميذ يذهبا وقولوا لهما إذا سألوكم قولا أن الرب محتاج إليه تعرف نحن نفكر الله محتاج ملايين الدولارات نعم نحن نفكر أن الله محتاج دبائح كبيري محتاج نهضات عظيمة لا يمكن الله مش أكيد أكيد الله مش محتاج لأنه بالمرة إذا معك مصاري هذا من الرب إذا معك صحة هذا من الرب إذا عندك فهم هذا من الرب إذا أنت زكي هذا من الرب كل ما عندك هو من الرب إذا عندك أراضي بقول كتاب للرب الأرض والمسكونة وجميع الساكنين فيها ما فيه إيش مش لأ الله ولكن لما الرب ببعث التلميذ بقوله الإذهباء ومتى وجدت ما فقول أن الرب محتاج شف الكلمة الله محتاج الرب محتاج لإيه للجحش اللي عندك الرب محتاج لهذا الجحش مرة كواحد كان يصلي يا رب خليني على الأقل أكون زي الجحش خليني أكون زي الجحش كنا شباب صغار مش فهم شو عم بصلي الزلمي هذا شو بدك تصير زي الجحش يا أخوي هل بدك أصير زي الجحش اللي ركب عليه يسوع هذا امتياز أني أنا أحمل رب المجد ولكن حتى خالق هذا الكون الذي به بول صنع العالمين أو العالم الذي به كان كل شيء وبغير لم يكن شيء مما كان هذا الخالق بقول أنا محتاج الجحش اللي عندك